هرمنا على اسماء دلوقتي واشوف ردة فعلها ايه ان انا انتقبت وكده يلا بيننا حالو سلام عليك عليكم اسلامة الله وبركاته ازيك يا اسماء عاملة ايه ازيك يا ايه عاملة ايه الاخبار الحمد لله انا بخير كنت اعماليك مفاجأة مش عارف انت تفرحي ولا لا اقول خير ان شاء الله خير اه انا لبست نقاب ايه لبست نقاب اه طب ليه يعني ايه الخبر الغريب ده اللي جعل فجأة كده بس انا كنت فكرة انك هتفرحيني يعني يعني هو انا اتفاجأت بصراحة يعني انا ما زالتش بس انا برضو اتفاجأت يعني طب انت كنت محجبة يا بنت وبتلبسي خمار وكده وكان شكلك جميل برضو بس النقاب برضو هيحليني قف طب ان هيفليك ازاي أصلا محدش هيشوفت يعني هو ااصلا هتітبجي عبارة عن عيون كده هي الي بايني اصلا يعني او ا اصلا هت INTERVIEع بارة عن عيون كده هي الي بايني اصلا ماشي بس ربنا شايفني احلى بلو اكيد تمام بس يعني هو اصلا النقاب اصلا مش فرض يعني هو مش فرض بس هو بيحوش معاصي كتير فإحنا مقصرين في حق ربنا وكده فإحنا بنحاول يعني إحنا نجاهد نفسنا على قد ما نقدره والنقاب ده يساعدنا طب ما كده أنا هقولك على حاجة من وجهة نظري كده طيب ما حدش هيشوفك ما حدش هيعرفك حتى ممكن جرائبك نفسه مش فوقي بالشارع ما يعرفوكش أصلا تمام أنا هرد عليك يرد مشان الله هرد القرآن اللي هيتكلم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يُعْرَخْنَ فَلَا يُحْذَيْكَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَرَحِيمًا وَلَحِنَا أَنْ يَعْنَ بِاللَّهِ سَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمًا ماشاء الله يأن القرآن هي أسرت فيها جدا يعني وأنا يعني بصراحة أسرت أسر فيها كلامك وأقتنعت فأنا ان شاء الله هحاول أفكر في الفكرة دي وأحاول أقناع بابا وماما أن أنتقب بإذن الله والله يبجد فرحتيني والله يعني كلامك بجرد حجيجي كلامك أثر فيها خالص وكلامك فعلا صح كوني كوارد واختفي يا درة خلف النقاق لا تظهري جسدا لهم كوني محصنة السياق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتح حاب الغليم معكم صالح الأزهري من برنامي بوستر في الشارع النهاردة كان معنا حلقة مميزة جدا 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 معنا الفتاة المنتقبة المحتشمة آية الشاس دي ما شاء الله عليها يعني الله أكبر يعني آية ختمة القرآن الكريم ومنشدة وقارئة وبتأدي النصايح للبنات انهم يلبسوا نقابه وانهم يلبسوا حجاب يعني بجد يعني حلقة جميلة جدا فياريت كل الناس اللي يشوف حلقة دي انها تدعم آية وتوصل الفيديو ده لتراتين الف لايك وتوصل اللي عنها في الكومنتات شكرا جدا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخاته حاب الغليم احنا معاكم برنايو جوسلم في الشارع نزلنا دلوقتي نسى الناس في الشارع سمحكم سأذر بس لاحظة اه نسى لحضوريك بس سؤال كده برنايو جوسلم في الشارع وكنت كده اتقرب شوه عشان كده اه وان شاء الله جبت عليك كسب مع عجزة وكسبة تعرف باسمك الاول ايا ايمان الشازلي ايا ايا ايمان الشازلي الله أكبر ان شاء الله عليك ايا يعني ان شاء الله على الزي نقابه ربنا بارك لك يا رب وحفاظك الله ما باك طيب السؤال الاول مستحملة حرارة الشمس والضغط يعني الجوف انا يعني ممكن بابقى لابس تشيرت صغير كده وابقى مية من حار انت ازاي مستحملة اللقاب ولفة الطرحة والخمار والموضوع ده كله يعني انت ممكن تكون شايفة ان النقاب ده يعني حاجة هتعقنا عن اي طرق يعني بس ان ربنا حدانا لحاجة زي دي الحمد لله بس النقاب مش بيمنع اي حاجة احنا اللي احنا اللي بحط في نفسنا الفكرة دي بس النقاب مش عائق يعني والنقاب مش بيزوت حرارة الشمس هي هو الجو حر مهما لبست مهما عملت هو الجو حر نقاب مالوش اي دخل بس طب وانتي وهدوم تقيلة وخمار ملفوف على الوش والالوات ازاي مستحملة ده اه دي حاجة انا حبتها يعني ممكن لو انا طلعت مثلا الفلكونة من غير نقاب بحسن في حاجة من جوه نقصان مني اسمع كده تاني كده حتة دي لو طلعت الفلكونة من غير نقاب بحسن في حاجة نقصان طيب ممكن توجيه لحاجة يعني توجيه رسالة كده عن النقاب وتشجع البنات ان هم ينتقبوا ان هم يلبسوا حجاب ويختمروا ماشا هقول حاجة مثلا لو في واحدة عاوزة تلبس نقاب او هي مختمرة او في نسبة صداع فانا هقول حاجة اسمعها كويس طيب اسمع فاف في الخجاب يحمي الفتاة من الكلاة يا ابت لا تتبرجي فالنار تعني بالعذاة إن التقدم سترة صون الجمال من الزئاب أنت المنارة في الدنا لا تسمعي رأي الدواء كوني كوارد واختفي يا ذرة خلف النقاب لا تظهري جسدا لهم كوني محصنة الثياء وصف النقاب بخيمة قد علقات فوق الرقاة لا تسمعي أبدا لهم يا زهرة يا زهرة فوق السحاب خلاص؟ بجد يعني أقوى سالة أنا شايف أن دي أقوى سالة بتقدمها للبنات يعني ما شوالله عليك بجد والله يا حسن يعني أنا مش ملتزم بالحجاب كامل بس يعني أنا عايزة أن ربنا يهديلي أكتر وأننا ألتزم بالحجاب أكتر هتعمل إيه طيب أكتر بك كده ربنا أوفاك يا أيا و بجد أنا بخور بيك بخور بيك وبالثبات أن ربنا رزق بيك وربنا ورب يمونه على بنات المسلمين يعني أجمعين بهذا الثبات اللهم أمني أردنا لا يكونوا أحسن مننا عشان نقصرها يعني يكونوا أحسن مننا إن شاء الله لا أعرف التواضع ده صحيح يتواضع أو الليل؟ لا مش تواضع ده حقيقة طيب تسمعين أي تان عن النقاط؟ يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المناني إنا سمعنا أختنا قولا وجاء قالوا كلاما لا يصر عن الحجاب قالوا ظلام حالكا بين السيارات قالوا خياما علقات فوق الرقاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب النار ما سوى الظالمين لهم عقاب النار ما سوى الظالمين لهم عقاب الله أكبر في بداية ما بدأت ينينك تنتقي بي تمام؟ في حد من الأهل من الجيران حد انتقدك في الموضوع ده حد قال لك قالت مثلا يعني تخب نفسك زي ما قلت كده تحت خيمة كده أو حاجة زي كده يعني هم ما كانوش رفضين علشان النقاب هم كانوا رفضين بس عشان يعني نفكرين النقاب يعني مثلا هيأثر على العيني وكده بس الحمد لله احنا ممكن برضو نبس نقاب ونبس نقاب شوية سوى يعني يعني على قد ما احنا بنشوف يعني مش هيأثر علينا ولا حاجة الله أكبر بس في انتقادات برضو في ناس بتقولي خلايا النقاب اه في انتقادات كتير بس احنا بنحاول ان احنا نواجهها وعادي كوز العفو ونبس برضو عن الجاهلين الله الله شوفت الرد الرد يا جماعة الرد بك رأي كريم رد يعقص جابها على طول الله أكبر عليك طيب طيب دلوقتي يعني فيه بنات بيقولوا ان الحجاب والنقاب الحجاب مش خليق أبسط الحاجات اللي هي الحجاب الحجاب الشرعي يعني تمام فيه ناس بيقولوا ان الحجاب ده لما تلبس حجاب خلاص مش هجيلك عدسان الخلام ده كله الموضع ده كلها مش هتتجوزي الحاجات ده كلها لا معيه ومنتخبات اتجوزوا بعدين بعدين الجواز ده نصب من عند ربنا فالنقاب مش هيمنع حاجة وبعدين لما شاب بيتقدم لبنت علشان مثلا جسمها وعلشان شكلها فده مش راجل الراجل هو اللي بيتقدم علشان الاخلاقه وعلشان الداخل مشان اللي خارج حدثان انت بتصدمين يعني انا ببقى عايزة اسألك اسئلة كتير قوي لا اللي هو انت بتجوب على كم سؤال في سؤال واحد حدثان ايباتي